بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع مرحبا بكم في سلسلة الحج والعمرة ومع الحلقة الرابعة فيما يقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما في هذه الحلقة نلتقي مع عشر فوائد في هذا المقام تابعونا ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك وشير حتى ينتشر العلم ويعم الخير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الفائدة رقم واحد في صحيح البخاري عن أبي هريرة ثلاثل عنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بما إن أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرنيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين وأهل الدثور الدثور جمع دثر وهو المال الكثير الفائدة رقم اثنين في المسند وسنن النسائي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يحجون ولا نحج ويجاهدون ولا نجاهد وبكذا وبكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إن أخذتم به جئتم من أفضل ما يجيء به أحد منهم أن تكبروا الله أربعا وثلاثين وتسبحوه ثلاثا وثلاثين وتحمدوه ثلاثا وثلاثين في دبر كل صلاة الفائدة رقم ثلاثة المال لمن استعان به على طاعة الله وأنفقه في سبل الخير المقربة إلى الله تعالى سبب موصل له إلى الله وهو لمن أنفقه في معاصي الله واستعان به على نيل أغراضه المحرمة أو اشتغل به عن طاعة الله سبب قاطع له عن الله كما قال أبو سليمان الضرني الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية موصلة إليه لأوليائه فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال به والانقطاع عنه وقد امدح الله في كتابه القسم الأول وذن القسم الثاني فقال في مدح الأولين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أن يرجون تجارة لا تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والآيات في المعنى كثيرة جدا وقال في ذنب الآخرين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين الفائدة رقم 4 قد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس أحد لا يؤتي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت ثم تلا هذه الآية وأخبر الله عن أهل النار الذين يؤتى أحدهم كتابه بشماله أنه يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية والأحديث في مدح من أنفق ماله في سبيل الطاعات وفي ذا من لم يؤد حق الله منه كثير جدا وقد قال صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وقال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم وقال إن هذا المال قدرة حلوة فمن أخذ بحقه وضعه في حقه فنعم المعونته فإن أخذ بغيره كان كالذي يأكل ولا يجبع الفائد رقم خمسة المؤمن الذي يأكل المال من حقه ويضعه في حقه فله أجر ذلك كله وكلما أنفق منه يبتغي به وجه الله فهو له صدقة يؤقر عليها حتى ما يطعم نفسه فهو له صدقة وما يطعم ولده فهو له صدقة وما يطعم أهله فهو له صدقة وما يطعم خادمه فهو له صدقة وكان عامة أهل الأموال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القسم قال أبو سليمان كان عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خازنين من خزان الله تعالى في أرضه ينفقان في طاعته وكانت معاملتهما لله بقلوبهما ورأس المنفقين أموالهم في سبيل الله من هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي لعنه وفيه نزلت هذه الآية وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الفائدة رقم ستة في صحيح الحاكم عن ابن الزبير قال قال أبو قحافة لأبي بكر أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذا فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك فقال أبو بكر يا أبتي إني إنما أريد ما أريد قال وإنما نزلت هذه الآيات فيه فأما من أعقى واتقى إلى آخر الصورة ورويها من وجه آخر عن ابن الزبير وخرجه الإسماعلي أن أبا بكر كان يبتاع الضعفة فيعتقهم فقال له أبو قحافة يا بني لو ابتعت من يمنع ظهرك فقال يا أبتي منع ظهري أريد ونزلت فيه وسيجنبها الأدقى إلى آخر الصورة الفائدة رقم سبعة خرج أبو داود والترمذي من حديث عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصف مالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قلت مثله وإن أبا بكر أتى بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله فقلت لا أسابقه إلى شيء أبدا وخرج الإمام أحمد والنسائي وابن ماجا من حديث أبي هرير رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال هل أنا وما لي إلا لك يا رسول الله الفائدة رقم 8 كان من المنفقين أموالهم في سبيل الله عثمان بن عفان ففي الترمذي عن عبد الرحمن بن خباب قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم والله وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان فقال يا رسول الله علي مئة بعير وأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله علي مئة بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله علي ثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقطابها في سبيل الله قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما فعل بعد هذه ما على عثمان ما فعل بعد هذه الفائدة رقم تسعة خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن صلى رضي الله عنه أن عثمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم مرتين وكان منهم أيضا عبد الرحمن بن عوف وفي مسند الإمام أحمد أنه قدم إلى عير إلى المدينة ارتجت لها المدينة فسألت عائشة عنها وحدثت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ عبد الرحمن فجعلها كلها في سبيل الله بأقطبها وأحلاسها وكانت سبعمائة راحلة وخرجه ابن سعد من وده آخر فيه انقطاع وعنده أنها كانت خمسمائة راحلة الفائدة رقم عشرة خرج التلميذي من حديث أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأزواجه إن أمر كنا لما يهمني بعدي ولن يصبر عليكنا إلا الصابرون قال ثم تقول عائشة لأبي سلمة سقى الله أباك من سلسبيل الجنة وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بحديقة بيعت بأربعين ألف وقال حسن غريب وخرج والحاكم وصححه وخرج الإمام أحمد أوله وخرج الإمام أحمد أيضا والحاكم من حديث أم بكر بنت المصور بن مخزمة أن عبد الرحمن بن عوف باع أرضا له من عثمان بأربعين ألف دنيار فقسمها في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين قال المصور فأتيت عائشة رضي الله عنها بنصيبها من ذلك فقالت لنا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحنو عليكنا بعدي إلا الصابرون سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة وخرج الإمام أحمد والحاكم من حديث أم سلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه إن الذي يحنو عليكنا بعدي هو الصادق البار اللهم مسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة وخرجه ابن سعد وزاد إن أبراهيم ابن سعد قال حدثني بعض أهلي من ولد عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف باع أمواله من كيدمه وهو سهمه من بني النظير بأربعين ألف دينار فقسمها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرج التلمذي من حديث أبي سلم بن عبد الرحمن رضي الله عنه أن أباه عبد الرحمن بن عوف أوصى بحضيقة لأمهات المؤمنين بيعد بأربعمائة ألف خرجه الحاكم ولفظه بيعد بأربعين ألف دينار وأخبار الأجواد المنفقين أموالهم في سبيل الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطولوا ذكرها جدا وكان الفقراء من الصحابة كلما رأوا أصحاب الأموال منهم ينفقون أموالهم فيما يحبه الله من الحج والاعتمار والجهاد في سبيل الله والعدق والصدق والبر والصلة وغير ذلك حزنوا لما فاتهم من مشاركتهم في هذه الفضائل وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه ذلك فقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله وفور الرحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون نزلت هذه الآية بسبق قوم من فقراء المسلمين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى غزوة تبوك فطلبوا منه أن يحملهم فقال لهم لا أجد ما أحملكم عليه فرجعوا وهم يبكون حزنا على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء على فقد حضوهم العاجلة فهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك أضائع إنما يحسن البكاء والأسف على فوات الدرجات العلى والنعيم المقيم قال بعضهم يرى رجل في الجنة يبكي يسأل عن حاله فيقول كانت لي نفس واحدة قتلت في سبيل الله وددت أنه كانت لي نفوس كثيرة تقتل كلها في سبيل الله غزى قوم في سبيل الله فلما صافوا عدوهم واقتتلوا رأى كل واحد منهم زوجته من الحور العيني قد فتحت بابا من السماء وهي تستدعي صاحبها إليها وتحفه على القتال فقتلوا كلهم إلا واحدا وكان كلما قتل منهم واحد غلق باب وغابت منه المرأة فأفلت آخرهم فأغلقت تلك المرأة الباب الباقي وقالت ما فاتك يا شقي فكان يبكي على حاله إلى أن مات ولكنه أورث ذلك أقول الإجتهاد والحزن والأسف على مثل ليلة يقتل المرء نفسه وإن كان من ليلة على الهجر طاوية إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك